دعا رئيس الجمهورية ميشيل عون اللبنانيين إلى عدم الخوف وقال في زمن سابق وجهنا الدبابة والطائرة والمدفع ولم نخف وكنت هنا في بعبدة إلى جانبكم نحن لن نترك بعبدة ولن نجعل أحدا يسيطر على لبنان كلام عون جاء خلال كلمة ألقاها في مأدوبة غداء أقامتها الرهبانية الأنطونية بعد القدس الإلهي الاحتفالي بعيد القديس أنطونيوس في دير مار أنطونيوس في بعبدة بمشاركة رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى السيدة نادي عون السفينة ما رح نتركها ورح نعمل إنقاذ لكل الركبين فيها نحن موجودين هون وما تعودنا نترك الزمان دبابة والطيارة والمدفع كلهم مخوفوني وكنت هون ببعض دجالكم ما رح نترك بعبدة وفي حدا يدري سيطير على البنان أما العظة التي ألقاها الرئيس العام للرهبان مارون أبو جودي فتناولت هموما حياتية ومعيشية أبرزها الملف التربوي كما شددت على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة